بمعيد سيد عامل صاحب على إقليم بركان واللي شفنا عدد من المراكز الاجتماعية اللي عملنا التدشين ديالها كلفة مالية مهمة جداً المركز اللي بربعة المليون درهم ثلاثة المليون درهم يعني واحد الميزانية مهمة اللي نازلة في إطار تنزيل ديال هاد المراكز الاجتماعية هي في إطار تنفيذ توجيهات سامية ديال صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله والأهمية الكبرى اللي كعطيها للنهوض بوضعيات الأشخاص في وضعيات هشاشا وهنا شفنا أيضاً كنشغلوا أيضاً في إطار تنزيل برنامج الحكومي والمقاربة ديال الدولة الاجتماعية فحنا كنتكلموا على الدولة الاجتماعية وتنزيل ديالها فهذا المراكز شفنا كين فيها المبادرة الوطنية المية البشرية كين فيها يعني تحت أشرف سيد العامل كين المجاليس المجلس الإقليمي كين مجلس المدينة والديال ديال بركان أيضاً هناك مجمعيات المجتمع المدني شفنا جمعية الخيرية شفنا جمعية الاتحاد الوطني النساء المغرب وجمعيات أخرى وكين أيضاً شركات دولية بحل يعني شركة مع الحكومة الجهوية للأندلوس عبر الوكالة الأندلوسية للتعاون وشركة آخرين اللي ربما أنسيتهم هناك أيضاً مكونات القطب تعاون الوطني ووكالة تنمية الجهوية الاجتماعية وشفنا أيضاً التدخول ديال المجال اللي هي الأسدال أو شركة تنمية المحلية ديال بركان اللي هي كتشغل على الدعم التقني فيما يخص الرقمانة فتنشوفوا هاد المنظومة اللي هي منظومة منظومة ديال واحد المجال أنتغيتواخ اللي تسير وتدبر باعتماد الرقمانة وهذا هو التنزيل ديال المقاربة ديال المدن الدكية واليوم وقعنا شركة مع سيد العامل ومع مكونات القطب تعاون الوطني ووكال التنمية الجماعية وأيضاً من جهة يعني سيد العامل ومجال يعني شركة تنمية المحلية اللي الهدف منه هي كيفاش نستعمل هذا الرقمانة لخدمات إدماج الأشخاص فضعية صعبة إدماج النساء خلق المقاولة النسوية والمقاولة بصفة عامة بالنسبة للأشخاص اللي هما سواء فضعية هشاشة واللي تيدخل في هذا الإدماج هو المركز الرقمانة اللي شفنا اللي يعني مركز الإدماج والابتكار والحضانة الانديوسترية الصناعية وشفنا أيضاً الحل ديال منلي كيكونوا عندنا أيضاً أشخاص اللي ما عندهمش فيني يسكنوا ما عندهمش خدمين على واحد المقاربة جديدة ديال واحد ساكن اجتماعي اللي كيخليهم أنهم في الفترة اللي ما عندهمش فيني يكونوا تقدروا يسكنوا تمات تقدروا يستفدو من هاداك الإيواء إذا اشتغني على هاد الفكرة أيضاً مع مدينة مع مدينة قليمبركان فالمقاربة هي مندمجة مقاربة تعتمد الرقمانة ولكن لخدمة المجال الاجتماعي ولا خدمة الإنسان وشكراً